انا معرفش ليه الحقيقة كل شوية الاقي نفسي داخل في دوامة لعيبة ومصورهم وحيروحوا ومش حيجوا والقصة والموضوعات كلها صفقة انتقال محمود شبانة وحمدي علاء لصفوف فريق سموحة وده اللي انفرضنا به اول انبارح توقفت ليه مختلفين على طريقة السداد سموحة كان حيضم الاتنين مقابل تمانية ونص مليون جنيه مقابل تم ضم شبانة بشكل نهائي واستعارة حمدي علاء يعني سموحة قصة تخلص كده بالشكل ده استعارة حمدي علاء لمدة سنة فالحقيقة الامر بقى غريب شوية وفيها خناءات وفيها خلافات ازا مالك بيدور دلوقتي يبيع شبانة ويعير حمدي علاء وعالفكر عندهم عروض كتيرة جدا لكنه سوريو قال لو الاتنين ما مشيوش ما عنديش مشكلة هكمل معاهم داخل الفريق ما عنديش ازمة في هذا الامر دي اخبارنا الحصرية لانه زا مالك بدأ النهاردة التمرين والامور ماشية بشكل جيد والجميل الروح اللي كان فيها اللعيبة والجميل ان محمد عبدالشافي داخل التمرين خلاص شوفي واستقبلا استقبلا باهرا وكبيرا من زملائه لانه الامر بالنسبة لعبدالشافي انت بتتكلم على واحد من ايقونات نادي الزمالك كلنا كنا تكلمنا انه خلاص اعتزل وانه قرر لكنه لما النادي قال له احنا محتاجينك عشان الازمة اللي موجودة فالدنيا انتهت بالنسبة لنادي الزمالك نتمنى للجميع التوفيق باذن الله